أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في خدمة دروس درسنا اليوم بسيط وسهل بعنوان تفسير التمثيل بالرموز لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي فهيا بنا نتعلم تفسير البيانات الممثلة بالرموز وننطلق الآن مع التمهيد التالي في كل أسبوع ترسل المدرسة خمسة وخمسين كيلو جرام من الورق وثلاثين كيلو جرام من العلب وخمسة وعشرين كيلو جرام من البلاستيك لإعادة تدويرها أمثل هذه البيانات بالرموز ثم أكتب جملة تفسرها ما رأيك عزيزي الطالب كيف أقوم بتمثيل البيانات بالرموز ممتاز في البداية نرسم جدول ينظم لنا الحل وهو جدول المواد التي يراد تدويرها إسبوعيا ونضع في الجدول الورق والعلب والبلاستيك بعد ذلك ماذا أصنع؟ أحسنتم نقوم باختيار المفتاح والذي من خلاله أستطيع قراءة الأعداد فنختار أي رمز وليكن هذا الرمز الآن كم تريدون وضع قيمة هذا المفتاح؟ أحسنتم دعونا ننظر إلى الكميات المرسلة من المدرسة خمسة وخمسين ثلاثين خمسة وعشرين فما قيمة المفتاح المناسبة لهذه الكميات؟ هل هو واحد؟ أستطيع ولكن الرموز ستكون كثيرة جدا لذلك نستبعد هذه القيمة زميلكم يقول ما رأيكم بأن نضع قيمة المفتاح تساوي خمسة؟ ممتاز نستطيع ذلك لكن الرموز أيضا ستكون كثيرة فهل هناك قيمة أخرى أفضل؟ أستطيع وضعها للمفتاح؟ زميل آخر يقول دعونا نضع قيمة المفتاح تساوي عشرة فما رأيكم؟ أحسنتم عشرة مناسبة إذن نتفق على أن قيمة المفتاح تساوي عشرة كيلو جرام نرجع الآن إلى الجدول وإلى السؤال ففي السؤال ذكر أن خمسة وخمسين كيلو جرام من الورق فكيف أقوم بتمثيلها بالرموز؟ أحسنتم بما أن كل رمز يساوي عشرة كيلو جرام والورق خمسة وخمسين فنقوم بتمثيلها الآن هذا الرمز الأول ويساوي عشرة كيلو جرام هذا الرمز الثاني ويساوي عشرين هذا الرمز الثالث ويساوي ثلاثين هذا الرمز الرابع ويساوي أربعين وهذا الرمز الخامس ويساوي خمسين بقي خمسة كيلو جرام فكيف أتصرف؟ ممتاز بما أن الرمز يساوي عشرة فإن نصف الرمز يساوي خمسة إذن نقوم برسم نصف الرمز الآن دعونا نتأكد عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين خمسة وخمسين كيلو جرام الآن نكون قد انتهينا من تمثيل الورق نأتي إلى تمثيل العلب في السؤال ذكر ثلاثين كيلو جرام من العلب فكيف أقوم بتمثيلها؟ أحسنتم بما أن الرمز يساوي عشرة فإني أقوم بتمثيلها هذا الرمز الأول ويساوي عشرة هذا الرمز الثاني ويساوي عشرين وهذا الرمز الثالث ويساوي ثلاثين وبذلك نكون قد مثلنا الآن العلب نأتي بعد ذلك إلى البلاستيك وذكر في السؤال أن البلاستيك خمسة وعشرين كيلو جرام فكيف أقوم بتمثيلها؟ أحسنتم المفتاح يساوي عشرة فنقوم الآن بالتمثيل هذا الرمز الأول ويساوي عشرة وهذا الرمز الثاني ويساوي عشرين بقي لدي خمسة كيلو جرام فكيف أقوم بتمثيلها؟ أحسنتم الرمز يساوي عشرة كيلو جرام فيكون نصف الرمز يساوي خمسة إذن بماذا أقوم الآن؟ أحسنتم نقوم برسم نصف الرمز فيصبح مجموعها 25 وبذلك نكون قد مثلنا البلاستيك ماذا لاحظت عزيزي الطالب من خلال هذا التمثيل؟ أحسنت أن الورق هو أكثر المواد التي يتم تدويرها ما رأيكم الآن أن ننتقل إلى المثال التالي لدينا هذا الجدول الذي يوضح كميات اللترات الحليب المباعة ووضع مفتاح التمثيل هذا الرمز ويساوي ثلاث لترات وأعطاني بعض الأسئلة البسيطة التي سنقوم بحلها سويا نأتي إلى السؤال الأول أي البقالات هي الأكثر بيعا للحليب؟ ما رأيكم أعزائي الطلاب؟ ما هي البقالة الأكثر بيعا للحليب؟ ممتاز، بكل تأكيد الأكثر رموزا هي الأكثر بيعا للحليب فما هي البقالة الأكثر رموزا؟ نرى أن بقالة الصدق رمز واحد وبقالة الثقة رمز رمزين ثلاثة أربع رموز أما بقالة الإبتسامة فرمز رمزين ثلاثة أما بقالة الأمانة فرمز، رمزين، ثلاثة، أربع رموز، خمسة رموز إذن تكون البقالة الأكثر بيعا للحليب هي بقالة الأمانة وننتقل بعد ذلك إلى السؤال التالي أي البقالات قد باعت 6 لترات من الحليب أكثر مما باعته بقالة الابتسامة؟ رائع هذا السؤال فمن يساعدنا في الحل؟ أحسن، هو طلب اسم البقالة التي باعت أكثر من بقالة الابتسامة بـ 6 لترات فكما قال زميلكم، لابد أن نعرف في البداية كم باعت بقالة الابتسامة أين بقالة الابتسامة؟ الآن لنقوم بعد عدد اللترات المباعة من بقالة الابتسامة وكل رمز يساوي 3 لترات فهذا الرمز الأول 3، 6، 9 أي أن بقالة الابتسامة باعت 9 لترات وفي السؤال طلب، اسم البقالة التي باعت أكثر من بقالة الابتسامة بـ 6 لترات أي 9 زائد 6 ويساوي 15 لتر بعبارة أخرى، ما اسم البقالة التي باعت 15 لتر؟ دعونا نقرأ أحباء الطلاب كميات لترات الحليب المباعة ولكن كيف أقرأ هذه الرموز؟ أحسنتم عن طريق مفتاح الرموز، وقيمته هنا 3 لترات فدعونا نقرأها سويا فبقالة الصدق رمز 1 ويساوي 3 لتر إذن ليست هي المطلوبة بقالة الثقة أيضا ليست هي المطلوبة بقالة الأمانة وهو المطلوب إذن الجواب هي بقالة الأمانة نأتي الآن أحبائي إلى السؤال الثالث إذا كان سعر لتر الحليب 4 ريالات فكم ريالا ثمن الحليب الذي باعته بقالة الثقة؟ من يحل هذا السؤال؟ رائع يا بطل أولا كم كمية الحليب المباعة من بقالة الثقة؟ نأتي إلى بقالة الثقة ها هي بقالة الثقة بما أن الرمز يساوي 3 لترات فإن بقالة الثقة قد باعت 3 وهو الرمز الأول زائد ثلاثة وهو الرمز الثاني زائد ثلاثة وهو الرمز الثالث زائد ثلاثة وهو الرمز الرابع فكم يكون المجموع؟ أحسنت 12 لترا واللتر كما ذكر في السؤال بأربع ريالات فكم يكون ثمنه؟ ممتاز 12 ضرب 4 يساوي والـ 12 وهي كمية الحليب المباعة من بقالة الثقة أما الأربعة فهو السعر لتر الحليب فكم يكون الجواب؟ ممتاز 48 ريالا ولننتقل الآن أحباء الطلاب مع التدريب الأول لدينا هذا الجدول يوضح قياسات أحذية طلاب الصف الثالث لكنه وضع بدلا من الأعداد رموز وعلينا أحباء الطلاب قراءة البيانات والإجابة على الأسئلة السهلة من خلال هذه الرموز فهنا المقاسات 33 34 35 36 وأعطاني المفتاح أن الرمز يساوي قياس أحذية أربع طلاب فلنبدأ على بركة الله في حل الأسئلة الآتية السؤال الأول ما مقاس الحذاء الأكثر شيوعا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ممتاز مقاس الحذاء الأكثر شيوعا؟ هو مقاس الحذاء الأكثر رموزا؟ فما هو؟ ممتاز نرى الرموز في الجدول ونلاحظ أن مقاس 35 هو الأكثر رموزا؟ فيكون بذلك هو الأكثر شيوعا؟ لأن الرموز تكررت فيه أكثر من غيره إذن يكون الجواب هو مقاس 35 نأتي الآن إلى السؤال الثاني ما مقاس الحذاء التالي للحذاء الأكثر شيوعا؟ نرى من الجدول أن مقاس 35 هو الأكثر رموزا؟ بعد ذلك مقاس 34 فعدد الرموز 3 رموز بينما مقاس 33 رمز واحد وكذلك 36 عدد الرموز رمز واحد فقط إذن الجواب هو مقاس 34 ولنأخذ الآن أحباء الطلاب السؤال الثالث كم عدد الطلاب الذين سئلوا عن مقاس أحذيتهم؟ من يقوم بحل السؤال؟ ممتاز يا بطل بما أن المفتاح يساوي قياس أحذية أربع طلاب فعدد الطلاب الذين مقاس أحذيتهم 33 أربع طلاب وعدد الطلاب الذين قياس أحذيتهم 34 إثنى عشر طالبا وعدد الطلاب الذين مقاس أحذيتهم 35 عشرون طالبا أما عدد الطلاب الذين مقاس أحذيتهم 36 فأربع طلاب فكم يكون الجواب؟ أحسنت أربعون طالبا ولنأخذ بعد ذلك حباء الطلاب السؤال الرابع بالاعتماد على هذه المعلومات هل على شركة صناعة الأحذية أن تصنع أعدادا متساوية من المقاسات المختلفة؟ أحسنت من الجدول نرى أن هناك مقاسات مختلفة لذا من الطبيعي أن تصنع الشركة مقاسات مختلفة فيكون الجواب لا وننتقل بعد ذلك حباء الطلاب إلى السؤال الأول في الجدول التالي أعطاني الواجبات المنزلية الأسبوعية فنرى هنا أسماء الطلاب وفي هذا العمود عدد الواجبات بالرموز ولكن كيف أستطيع قراءة هذه الرموز؟ رائع من خلال مفتاح الرموز فنجده ذكر أن كل رمز يساوي واجبين الآن دعونا نجيب على الأسئلة المستعينين بالجدول أسمي طالبين يكون مجموعة واجباتهما عشرة من يعرف اسم الطالبين الذين مجموعة واجباتهما عشرة؟ دعونا نرى الطلاب كم واجبا قاموا بحله ولا ننسى أن مفتاح قراءة الرموز واجبين أي أن كل رمز يساوي واجبين نرجع إلى الطلاب كم أدى أحمد من واجب؟ أحسنت واجبان أربعة أما علي فكم أدى من واجب؟ ممتاز اثنان أربعة ستة ثمانية أما مصطفى فكم أدى من واجب؟ أحسنت اثنان نأتي الآن إلى سعيد كم أدى من واجب سعيد؟ ممتاز اثنان أربعة ستة نأتي الآن إلى محمد كم أدى من واجب محمد؟ اثنان أربعة ستة إذن من هم الطالبان اللذان مجموع واجباتهما عشرة؟ أحسنتم نرى أن أحمد قد أدى أربع واجبات وسعيد أدى ستة واجبات فيكون مجموعهما عشرة إذن أول طالبان هما أحمد وسعيد هل هناك طالبان آخرى مجموعهما يساوي عشرة؟ رائع أيضا يذكر زميلكم أن أحمد قد أدى أربع واجباتهما ومحمد أدى ستة واجبات فيكون مجموعهما عشرة إذن لدي أيضا أحمد ومحمد هل هناك أيضا طالبان آخرى مجموع واجباتهما عشرة؟ ممتاز من الجدول نرى أن علي قد أدى ثمان واجبات ومصطفى أدى واجبين بيكون مجموع الواجبات التي أداها علي ومصطفى عشر واجبات إذن أيضا لدي علي ومصطفى عشر واجبات هل هناك طالبان آخرى مجموع الواجبات التي أدياها عشر واجبات؟ بما أنه لا يوجد إذن ننتقل الآن إلى السؤال الثاني إذا نال كل طالب نجمة عن كل واجب قام به فكم نجمة نالها أحمد؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أحسن نرى من الجدول أن أحمد عنده رمزين وكل رمز يساوي واجبين كما أعطانيها في المفتاح فيكون عدد الواجبات التي أداها أحمد واجبان أربع واجبات ونال على كل واجب نجمة فكم نجمة يكون قد ناله؟ أحسنت أربعة ضرب واحد الأربعة وهي عدد الواجبات التي أداها أحمد أما الواحد فهو عدد النجوم لكل واجب فكم يكون الجواب؟ أحسنت أربع نجوم الآن نأخذ السؤال الثالث باستعمال المفتاح أرسم عدد من الرموز تمثل عدد الواجبات المنزلية التي قمت بها خلال الأسبوع كم عدد الواجبات التي قمت بها خلال الأسبوع؟ زميلكم يقول واجباً فكم رمزاً أرسم؟ أحسنتم رمز واحد لماذا؟ لأن الرمز يساوي واجبان وزميلكم أدى واجبان فقط ننتقل الآن أحباء الطلاب إلى السؤال التالي يرسم أحمد صور حيوانات على بالونات فرسم في ساعة واحدة ثلاث زرافات واثنى عشر أرنباً وثمانية عشر خروفاً أمثل هذه البيانات بالرموز ثم أكتب جملة تفسر البيانات المعروضة من يساعدنا في الحل؟ أحسنتم نرسم جدول ينظم لنا الحل فهذا الجدول ينظم الحيوانات وهنا أسماء الحيوانات الزرافة، الأرنب، الخروف ولنختار الآن مفتاح الرموز وليكن هذا الرمز ما رأيكم؟ كم القيمة المناسبة للرمز؟ نرى أن عدد الحيوانات ثلاثة، اثنى عشر، ثمانية عشر ممتاز، ثلاث حيوانات إذن كل رمز يساوي ثلاث حيوانات نأتي الآن إلى الزرافة ذكر في السؤال أن عددها ثلاث زرافات وكل رمز يساوي ثلاث حيوانات فكم رمزاً أرسم؟ ممتاز، هذا هو الرمز الأول ويساوي ثلاثة انتهينا الآن من تمثيل الزرافة نأتي إلى تمثيل الأرنب وذكر في السؤال أن عدد الأرنب إثنى عشر أرنباً فكم رمزاً أرسم؟ أحسن، بما أن كل رمز يساوي ثلاثة فنقوم بالرسم والعد سوياً فهذا الرمز الأول ويساوي ثلاثة الرمز الثاني ستة الرمز الثالث ويساوي تسعة الرمز الرابع ويساوي إثنى عشر الآن وصلنا إلى المطلوب ونكون قد انتهينا من تمثيل الأرنب الآن نأتي إلى الخروف وذكر في السؤال أن عددها ثمانية عشر خروفاً فكم رمزاً أرسم؟ ممتاز، بما أن كل رمز يساوي ثلاثة فهذا الرمز الأول ويساوي ثلاثة وهذا الرمز الثاني يساوي ستة وهذا الرمز الثالث ويساوي تسعة وهذا الرمز الرابع ويساوي إثنى عشر وهذا الرمز الخامس ويساوي خمسة عشر وهذا الرمز الخامس ويساوي ثمانية عشر الآن وصلنا إلى العدد المطلوب ونكون قد انتهينا من تمثيل الحيوانات ونلاحظ أن أحمد رسم الخروف على البالونات أكثر من رسم الزرافة والأرنب وبذلك نكون قد تعلمنا اليوم تفسير البيانات الممثلة بالرموز فأخذنا التمثيل بالرموز فأقوم بتنظيم البيانات باستعمال الرموز وأقرأ العدد من خلال المفتاح وأخيرا أسأل الله التوفيق لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته